لا يزال الأخذ والرد في ملف النزوح السوري سيدة موقف السياسة اللبنانية فبين بروكسل ومجلس النواب لم يتبلور أي واقع على الأرض حتى اللحظة إلا أن مشهداً جديداً دخل على خط دات المعلومات من بوابة وزارة التربية وتحديداً عبر ملف التلامذة السوريين مدامت مفوضية اللاجئين مستمرة في حجب هذه المعلومات عن الدولة اللبنانية فباتت كل المعلومات المتعلقة بالتلامذة السوريين وأهليهم في حوزتها نحن عنا حوالي 180 ألف تلميذ سوري في لبنان بين قبل الظهر وبعض الظهر وتحديداً رح يكون بين 8 إلى 10 تلاف منهم حيكونوا مرشحين بين بروكسل وترمينال لهذا اللي هذه الدات المرتبطة بهذه التلميذ أصبحت موجودة هلأ في عهد الدولة اللبنانية كل سنة يصدر مرسوم يسمح للتلامذة السوريين بالتقدم للامتحانات الرسمية وهذه السنة صدر أيضاً لكن بشروط محددة تعكس جدية ضبط الوجود غير الشرعي السنة المرسومة اللي صدر فيه شي جديد أنه سوف يتم إفاد وإرسال لوائح تفصيلية كاملة بكل الدات المرتبطة بهذه التلميذ سوريين إن كان من الأسماء الكاملة وأسماء الأهل أماكن سكانهم أرقام تليفوناتهم وكل التفاصيل المتوفرة ستكون بين إيديان الأمن العام لن يتم إصدار نتائج لأنهم سوف تبقى نتائجهم معلقة لحين استكمال إقاماتهم بشكل أنوني خطوة الألف ميل بدأت بالتربية فلا نتائج من دون إقامات والداتا التي تشمل كل التفاصيل المطلوبة ستسلم إلى الأمن العام والأهم أنه في ظل التعنت الدولي بدأ العمل لبنانياً ولو متأخراً على تكوين الداتا الخاصة بالنازحين ترجمة نانسي قنقر